يا نوح يا سالي يا نوح هتيجي دغري وسكة زي ما بيقولوا يلا بينا يلا بي هتقولي رأيك عادي لما اسألك في اي حاجة مش اي حاجة مش اي حاجة اه احنا كنا بنتكلم في التليفون يا جماعة قبل ما نوح هتيجي زي ما قلتلكو هتقولي طب قليلي الاسئلة طب بنت هتسأليني في ايه سالي خليك احنا هنا بعين بتقولي ايه سالي هقولك على حاجة انا لو في سؤال ما عجبنيش مش هرد عليه اه انت بتعملي كده على طول ساعات انا عايزة ايجابة واقع يا ايا لا ايه رايك في الرمادي واللابياد واسود بحب اللابياد واسود محبش الرمادي معين انا حاسة انت بتلعب في الرمادي ساعات ساعات انا ملعب في الرمادي اه عشان ما نعملش مشاكل عشان ما نزعاش حد طب و لو زاله هيحصل اينا وليه نداي الناس ما احنا ايامة زعلنا بات ظالم انت مع المثل ده بات مظلوم ولا باتش ظالم اه حتى تلعت غلب اه انت بات ظالم انت ظالم ولا مظلوم انا ربنا اللي عالم على فكرة اسأل حاجة في الدنيا تطلع تقول انا مظلوم او تطلع تقول او حدي يخليك ظالم مين بقى اللي عالم بالحقيقة رب العباد بس بس انت بتحب يتبقي غمضة ولغزة وكده عارفة الناس جي يا رايح اللي قدامي ليه وديله مفاتيحي وديله مفاتيحي لا اكيد بس مثلا الناس بتستنى الانتربيوز عشان تطلع تتكلمي عن نفسك عشان الناس تعرف شخصيتك لانت ديكي جانب كوميدي ما حدش يسمع عنه انا قلتلك الناس بتقول عليك هي الاغلبية تهزر شو لا دي عليها دحكة رهيبة يعني لا كوميديا نحن قلتنا بنياتحك أنا ليستغربة لا تطلعته لا ننتربيوز قبلانا ما هي ما يعرفعه لا تكون دايدة بس ما تطلعه نحن قلتك انا اريد استثناء ذiot اعني قلتك انا فإنين تستني من ان الناس بعرفها شخصيتك يعني مثلا أنا على الكاميرا لما بأضيفها بقول رأيي وبقول الحقيقة لك لما ببقى موزيعها بحترم الكرسي بتاعي واحترم مكاني فأنت على طول بتمثلي الناس بستنية تسمع وبستنية تشوفك ومستنية تعف شخصيتك بستنية حسوا نمع عارفينك قوي ما بتبقيش همك الموضوع ده تمام ايه يعرفوا يعني يعرفوا بس مش يعرفوا كل حاجة مش كل التفاصيل مش كل حاجة هو مين في الدنيا يحب ان حياته تبقى كده على الملأ مين مين يحب كده يبقى جزء منها على الملأ وجزء منها بحتفز بالناس يعني انا فهمة ان انا ست بشتغل ممثلة وطبيعي حياتي هيبقى فيها الجزء انت ملك الجمهورك ايه؟ ملك الجمهورك انا ملك لله يا حبيبتي مش ده جمهوري انا عرب الله طبعا يعني فيه مقولة كده بتقال كده زمان وفيه ناس عابة تبقى مهووسة يليك انا ملك انت ملك انت بتاعنا لا يعني لا يعني الكلمة انا ملك الحد انا ملك الرب العالمين والجمهور على راسي من فوق وحبه على راسي من فوق وهو ده فضل من عند ربنا انا ملك انا ملك